الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماع لوزراء خارجية التجمع بريكس في مدينة نيجيني النوفو جورود الروسية ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع كما تشمل الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب على قطع غزة وزعت واشنطن مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار وأوضحت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الأمريكي المعدل يرحب باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار المعلن في الحادي والثلاثين من مايو الماضي وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأمريكي يحث إسرائيل وحماس على تنفيذ الاقتراح بالكامل دون تأخير ودون شروط وأكدت المصادر أن مشروع القرار يرفض أي محاولة للتغيير الديمورافي أو الإقليمي في قطع غزة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطع غزة وعلن الدفاع المدني بغزة الشهاد ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة كما أعلنت مصادر طبية بقطع غزة استشهاد 35 شخصا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطع خلال 24 ساعة الماضية أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس استقالته من حكومة الحرب مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة التحقيق في الأخطاء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي كما دعا جانتس نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات وأضف جانتس أن الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرق للقرارات الاستراتيجية في الحرب على غزة وفي الوقت نفسه أعلن وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي آيزن كوت استقالته تزامنا مع استقالة بني جانتس تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف الأجهزة التجسسية في موقع روايسات العلم والصماقة بتلال كفرشوبة المحتلة كما دوت صفارات الإنذار في المطلة وكوريات شمونة وبلدات أخرى بعد تحذير من تسلل مسيرة ومن جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على عناصر لحزب الله قامت بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات نحو طائرات حربية حلقت في سماء لبنان قالت رئيسة المفوضية الأوروبية عضو حزب الشعب الأوروبي أرسولا فوندرلاين إن الحزب الذي ينتمي إليه يمين الوسط السبني سيبني حصنا ضد المتطرفين من طياري اليسار واليمين جاءت تصريحات فوندرلاين في رد فعلا على نتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي التي أظهرت تقدم حزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصولها على 181 مقعدا وجاء بعض حزب الاشتراقيين وديمقراطيين الذي حصل على 135 مقعدا ختام موجة الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر